أسهد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي بي في إطار سلسلة الدعم التي نقدمها للسنة الثانية باكاموريا في مادة التاريخ يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة عن الحرب العالمية الثانية فقط نركز على الأسباب وستأتي فيديونات مقبلة لنتحدث فيها عن النتائج وعن كذلك المراحل إذن كما ترون الحرب العالمية الثانية سيقها التاريخي ما بين 1939 و 1945 هذه الأسباب يمكن تقسيمها إلى قسمين أسباب غير مباشرة وسبب مباشر إذن بالنسبة للأسباب أنها متعددة ومتروعة من ضمن هذه الأسباب وغير مباشرة هناك نتائج الحرب العالمية الأولى وما خلفت هذه الحرب من طبيعة الحال على شكل اتفاقيات هذه الاتفاقيات كانت مجخفة ومدلة للدول المنهزمة وحقت من كرامتها يعني وكذلك قلست من مساحة أراضيها بل وانتزعت منها كذلك أراضيها وتم يعني من حيث التسليح تم تقريص التلسان العسكرية لهذه الدول خاصة ألمانيا إذن هذه النتائج الحرب العالمية الأولى ومعاهدات فيرسال ومعاهدات صلح والتي سعت إلى إدلال هذه الدول المنهزمة يعني تعتبر سببا رئيسيا من أسباب الحرب العالمية الثانية رغم طول المدة يعني مدلية 19 عاما أو ما يقارب 20 عاما إذن السبب الثاني مخلفات الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 والتي مطلقة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم في اتجاه أمريكا اللاتينية ثم في اتجاه أوروبا وما خلفته على المستويين خصوصا أو المستويات الاقتصادي والمالي والاجتماعي بحيث تضررت الكثير من البلدان وأصبحت البطالة وأصبحت كذلك من الرجوع وما إلى ذلك من مظاهر البؤس التي خلفت في العديد من الدول أنها كانت سببا من أسباب الحرب العالمية التامة ثم التوسع الياباني في الصين بحيث توسعت اليابان يعني وجدت الطريق من الفروش لتبدأ في سلسلة توسعاتها والبحث عن مجال حيوي انطلاقا من سنة 1931 ثم تمادت في هذا التوسع ما بين الف يعني في البداية استولت على منتشوية أقلي منتشوية ثم في يعني وجدت المجال المفتوح فبدأت في توسعات كبيرة جدا ما بين ألف وتسعمائة ورعائة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثين في باقي الأراضي الصينية نفس الأمر يعني التوسع الإيطالي بقيادة بني طوموسوليني في الحبشة انطلاقا من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين إذا إذا كانت بني طوموسوليني قد بدأت الحبشة فإن يعني أدولف هتلر وألمانيا ونازيا سيبدأ يعني التوسع سيبدأ في عمليات التوسع انطلاقا من التخلص من معاهدة فيرسايل التي كانت يعني تقيده وكذلك انسحاب هذه الدول الثلاث من عصبة الأمم يعني وبداية تشكيل بعنجوعة منها التحرفات إذا التخلص من معاهدة فيرسايل تخلص أدولف هتلر من معاهدة فيرسايل ثم ضمن نامسا أولا ثم إقليم سوديد سنة 1938 وتم احتلال أراضي تشيك تشيكستوفاكيا إذا السبب آخر هو تكوين التحالفات العسكرية أو خلق ما يسمى بحلف المحور من طبيعي الحال بين فرنسا بين ألمانيا وإيطاليا واليابان في مجابهة حلف فرنسا وبريطانيا ثم كذلك يعني سبب يتعلق بالمؤسسات الدولية أن عصبة الأمم التي كانت تسعى إلى ضد السلم العالمي وفروج لفكرة السلم أنها لم تقدم شيئا لذلك ساعة هذه الدول اليابان وفرن اليابان وألمانيا واليابان إلى الانسحاب من عصبة الأمم وعدم الإتزام ببنودها مما أثر سلبا أو مما أثر على العلاقات الدولية بشكل كبير جدا بحيث توطرت هذه العلاقات الدولية بشكل كبير بعد هذه التحالفات العسكرية وبعد هذه الانسحابات من عصبة الأمم نأتي إلى السبب المباشر السبب المباشر هناك يمكن أن نحصله في أمرين الفعل ورد الفعل الفعل أن أدولف هيتلر بنى فكرته التوسعية على ما يسمى بالمجال الحيوي هيتلر أكرر عبارة أن هيتلر بنى الفكرة التوسع على ما يسمى بالمجال الحيوي من أجل حق كما يرى من أجل حق القومي الألمانية على الحصول على مجال واسع ليشمل كل الألمان وحاجياتهم كل الألمان وحاجياتهم ومن هنا بدأت فكرة التوسعات توسعات هيتلر نحو الشرق بداية أولا بالبولونيا رغم تحذيرات العديد من الدول أن يتوانى وأن يقف عند الحدود للبولونيا ولكنه متمادة بشكل كبير جدا فسعى يعني كانت فكرة التوسع أن يستحول على البولونيا وبعدها يتوجه إلى روسيا وأوكرانيا من أجل الحقول الأوكرانية المطرمية المعروفة بزراعة القمح إذن في واحد شتنبير 1930 هيتلر مع بداية الفجر ستخذص القوات الألمانية البولونية رد الفعل في ثاني شتنبير 1939 سترد فرنسا وبريطانيا بقوة على الهجوم الألماني ومن هنا ستنطلق شرارة الحرب العالمية الثانية لتدكي أن أسباب الحرب العالمية الثانية يمكن تلخصها في شطرين أو في جزئين أسباب غير مباشرة ثم سبب مباشر وهذه الأسباب مجتمعة هي التي ستعطينا السياق التاريخي للحرب العالمية الثانية وكذلك من دلاء الحرب العالمية الثانية وامتلاق شرارتها وما ستخلفه من نتائج كارتية وكذلك ما ستعرفه من أطوار ومراحل حتى لا أطيب يعني أكتفي بهذا القضاء على أمل أن أعود لباقي المحاور نتمنى أن تكون بحلقة قبل نالت إعجابكم لا تنسوا دعمنا في القناة دونتم في رعاية الله وأصحة الله أبقاتكم أبقاتكم قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابنوا في رعاية اليوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا تدير الجم ترجمة نانسي قنقر